قلبك حينين يا نبي ما فيش حنان على كوكبي الشمس طلعت في الغروب لما بيت زعل عصابي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد علي أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آلي وأصحابي أجمعين النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض وحدة دائرية بقبرة رقب 4 الثلث وخيط الصيونة هنسمن لك ونبتدي بسم الله الرحمن الرحيم هشتغل عقدة البداية وهارتفع 6 سلاسل وهقفلهم بمنزلقة في أول سلسلة ابتديت بها بعد كده هارتفع 5 سلاسل وهيكي في الحلقة كده وهشتغل غرزة حشو هارتفع 5 سلاسل وفي نفس الحلقة وهشتغل غرزة حشو هارتفع 5 سلاسل وفي نفس الحلقة وهشتغل غرزة حشو نحاول كده نجيبهم جمزة علشان يبقى في مكان نرتفع تاني 5 سلاسل وفي نفس المكان هشتغل برضو غرزة حشو هكررها 8 مرات كده 4 هكررها كمان 4 مرات كررتها 8 مرات 1 2 3 4 5 6 7 8 بعد كده هارتفع خبز 3 1 2 3 4 5 وهي جينا في أول حلقة وهشتغل غرزة حشو أول حلقة في السطر الثاني هعلمها بالمرقر علشان دي هتبقى بداية السطر بعد كده هشتغل في كل الحلقات هارتفع خمس ثلاثة وهشتغل غرزة حشو في ثاني حلقة خمس ثلاثة وغرزة حشو في ثاني حلقة برضو 8 حلقات كده قررتها 6 مرور 1-2-3-4-5-6 احنا طبعا ما بنقفلش السطر عشان كده لازم نحط المرقر عشان نعرف بداية السطر ونهايته 1-2-3-4-5 ولازم الحلقات تبقى 8 1-2-3-4-5 لاخر حلقة لو عدناهم هنلاقيهم تمني من بداية اللي حطينا فيها المرقر 1-2-3-4-5-6-7-8 كده هنوصلنا لأول حلقة اشتغلناها هنرتفع برضو 5-3 1-2-3-4-5 وهنشيل المرقر وهنشتغل في الحلقة دي 3 غرس حشو 1-2-3-3 دي تعتبر أول حلقة في السطر الجديد هنجل فيها المرقر وهنشتغل كل الحلقات بنفس الطريقة نختفع برضو 5 سلاسل ونشتغل ثلاث غرز حشو في الحلقة الثانية على طول واحد اثنين ثلاثة هنرتفع خمس ثلاثة ونشتغل ثلاث غرز حشو في الثالث حلقة ونشتغل من نفس الطريقة في الثمن حلقات لغاية ما نوصل لأول حلقة حطينا فيها المركر اشتغلت هؤلث ثمن حلقات لغاية ما وصلت لأول حلقة حطيت فيها المركر بعد كده هرتفع خمس ثلاثة ونشتغل برضو المركر ونشتغل في الحلقة الأولى غرزتين حشو طبعا نستطر اللي فات اشتغلت ثلاث غرز حشو اشتغل فوق غرزتين بس اول واحدة وتاني واحدة وهتجهل ثالث غرزة حشو كده هيبقى عندي اربعة اشتغلت اتنين في الحلقة واشتغلت غرزتين حشو فوق الغرزتين حشو بقى عندي اربع غرز والغرزة الخمسة هتجهلها وحط برضو المركر اول حلقة اشتغلتها بعد كده هرتفع خمس ثلاثة وهشتغل برضو بنفس الطريقة غرزتين حشو ثاني حلقة وغرزتين حشو فوق الغرزتين حشو كده يبقى عندي اربعة اشتغلت غرزتين حشو ثاني واحدة ثلاثة اربعة خمسة اشتغل غرزتين حشو غرزتين حشو فوق غرز الحشو كده اربعة اكمل بنفس الطريقة لما يبقى عندي ثمن حلقات اشتغلت في الثمن حلقات لغاية ما وصلت لأول حلقة حتى فيها المركر هرتفع برضو خمس ثلاثة وهشيل المركر وهشتغل فأول حلقة برضو غرزتين حشو طبعا ان السطر اللي فات كان عندي اربعة غرز حشو هاخد اول غرزة كده يبقى عندي ثلاثة وتاني غرزة كده اربعة وتالت غرزة يبقى كده بقى عندي خمس غرز حشو واخر غرزة هتجهلة وحط المركر ثاني فأول حلقة اشتغلتها ثاني هرتفع خمس ثلاثة وهشتغل غرزتين حشو في ثاني حلقة وهشتغل ثلاثة غرز حشو عشان يبقى عندي خمسة السطر اللي فات كان اربعة السطر ده خمسة بنشتغل تزايد في غرز الحشو وبرضو اخر غرزة حشو هتجهلها ثاني واحد نين ثلاثة اربعة خمسة هشتغل غرزتين حشو ثالث حلقة وهشتغل ثلاث غرز حشو وهتجهل آخر غرزة بقى عندي خمس غرز هكمل بنفس الطريقة في باقي الحلقات اشتغلتها في ثمان حلقات لغاية ما وصلت الأول حلقة فيها المركر هرتفع برضو خمس ثلاثة 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 نسخة ثلاثة 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 ثم هيرون ذاتي ثلاثة اخر غرزة حشو نعمل تزايد في غرز الحشو لا ننسى نضع المركز لكي نعلم اول غرزة لكي اتفقنا نعمل حلزوني لا نقفل ثاني ارتفع خمس ثلاثة ونعمل غرزتين حشو في الحلقة الثانية وهشتغل اربع غرز حشو فوق الاربع غرز حشو عشان يبقى عندي ستة غرز حشو ارتفع خمس ثلاثة الاربع وهشتغل غرزتين حشو وهشتغل ثاني اربع غرز حشو واحد اثنين ثلاثة اربعة يبقى اربع خمس ثلاثة غرز حشو يبقى انا باشتغل بنفس الطريقة تزايد في غرز الحشو لغاية ما يبقى عندي خمستاشر غرزة حشو ولازم آخر غرزة نسابها في التمن حلقات هنشتغل في التمن حلقات بنفس الطريقة خمس غرز حشو نشتغل غرزة تيمة في الحلقة ونشتغل في كل حلقة غرزة حشو في كل غرزة غرزة حشو واخر غرزة سبعة طبعا السطر اللي احنا اشتغلنا مع بعض ده ست غرز حشو بعد كده سبعة تمانية تسعة لغاية ما يبقى عندي خمستاشر غرزة حشو هكمل بنفس الطريقة ولاتها اشتغلت لغاية ما بقى عندي خمستاشر غرزة حشو طبعا بنشتغل خمس سلاسل ونشتغل غرزتين حشو في الحلقة وثلاثتاشر غرزة حشو ولازم نسيب آخر غرزة حشو عشان يدينا الدوران ده كده خلاص مش هشتغل تاني طبعا لو عايزين نقلل عن خمستاشر غرزة حشو دي حاجة براحتنا لو عايزين الوحدة تبقى أقل من كده قطرها يبقى أقل من كده ممكن نشتغل لغاية 11 غرزة حشو 12 غرزة حشو زي ما احنا عايزين دي قبلنا فيها حرية الاختيوم طبعا انا وصلت كده للمركر اشيل بقى المركر خلاص انا ما بقش محتاجاه وهارتفع أربع سلاسل وهاشتغل في أول حلقة وغرزة حشو هارتفع تاني أربع سلاسل وهقلل بقى في غرز الحشو هسيب غرزة حشو في أول السطر وغرزة حشو في الآخر يعني هاشتغل دول خمستاشر هاشتغل تلاتاشر غرزة حشو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حدوشر اتنوشر تلاتوشر كده سبت غرزة حشو في الأول وفي الآخر بنعمل بقى تناقص في غرز الحشو ثاني هارتفع أربع سلاسل وهاشتغل غرزة حشو في الحلقة وهارتفع أربع سلاسل وهاشتغل تلاتاشر غرزة حشو هسيب اللي في الأول وهسيب اللي في الآخر ثلاثة طبعا مش هحط المرقر لإن كده استطر بقى معروف بداية السطرة هو أربع سلاسل غرزة حشو أربع سلاسل لغاية ما نوصل لنهاية استطر اللي فيه حلقة واحدة كده هنعرف ان دي البداية تاني هكمل غرز الحشو تلاتاشر غرزة حشو تلاتاشر غرزة حشو اربع سلاسل تلاتاشر غرزة حشو هكمل بقى بنفس الطريقة لغاية ما نوصل لبداية ما اشتغل نهاية السطر لغاية ما وصل لأول أربع سلاسل ابتديت بقى بعد كده بقى هرتفع برضو أربع سلاسل وهاجف أول حلقة من الأربع سلاسل هشتغل فيها عمود بلف هرتفع تاني أربع سلاسل وفي الحلقة التانية هاخد لفع الإبرة وادخل كده واسحة بالخير واخد حلقتين بحلقتين بعد كده هرتفع برضو أربع سلاسل السطر اللي فات كان تلاتاشر غرزة حشو السطر ده هيبقى أحداشر غرزة حشو هنسيب برضو اللي في أول السطر واللي في آخر السطر واحد اثنين ثلاثة أربع خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حدوشر ارتفع أربع سلاسل اشتغل عمود في أول حلقة من الأربع سلاسل نرتفع برضو أربع سلاسل اشتغل برضو عمود في تاني حلقة من الأربع سلاسل ارتفع تاني حلقة من الأربع سلاسل اشتغل بقى غرز الحشو هسيب أول غرزة وآخر غرزة وهشتغل حدوشر غرزة حشو هكمل بنفس الطريقة لغاية ما نوصل أول ما بدأ اشتغلت الغاية ما وصلت لبداية السقر اللي فيه الأعمدة هرتفع أربع سلاسل وهشتغل في أول حلقة عمود بلف هرتفع أربع سلاسل تاني حلقة بقى هشتغل عمود السلاسل وهرتفع تلس سلاسل وهشتغل في نفس المكان عمود يعني هكون كده زي حرف الفي بعد كده هرتفع أربع سلاسل وهشتغل في تالت حلقة عمود بلف هرتفع أربع سلاسل السطر اللي فات كان حداشر غرزة حشو السطر ده هيبقى تسعة هنعدوهم مع بعض واحد اتنين ثلاثة أربع خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة زي ما اتفقنا بنعمل تناقص في غرز الحشو هنرتفع أربع سلاسل وهنشتغل في أول حلقة عمود أربع سلاسل ثاني حلقة هنشتغل عمود في السلاسل هنشتغل هنشتغل ثلاثة سلاسل وهنشتغل عمود في نفس المكان ثلاثة سلاسل ثلاثة 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 سلاسل ارتفع 4 ثلاثل عمود في أول حلقة ارتفع 4 ثلاثل عمود في تاني حلقة ارتفع 4 ثلاثل ارتفع 4 ثلاثل ارتفع 4 ثلاثل ارتفع 4 ثلاثل ارتفع 5 ثلاثل ارتفع 7 ثلاثل حلقة 9 ثلاثل ستنبقى 7 ثلاثل ارتفع 7 ثلاثل ارتفع 7 ثلاثل سنتجل خمسة ستة سبعة ونقرر اللي اشتغلناه من بداية السطر نرتفع أربعة سلاسل وأمود أربعة سلاسل وأمود أربعة سلاسل وأمود وأمود في حرف البي ثلاث تلاسل وأمود في نفس المكان أربعة سلاسل أمود أربعة سلاسل أمود أربعة سلاسل ستتغل سبعة ورز حشو سكمل بنفس الطريقة وصلت لبداية السطر نرتفع أربعة سلاسل وأمود أمود أمود الحلقة أربع سلاسل هاتفع أربع سلاسل وهشتغل عمود في حرف الفي وهاتفع ثلاث سلاسل وهشتغل عمود في نفس المكين كده عندي أربع حلقات قبل حرف الفي هاتفع أربع سلاسل وهشتغل عمود هاتفع أربع حلقات قبل حرف الفي وأربع حلقات بعد حرف الفي طبعا السطر اللي فات كان سبع غرز حشب السطر ده بقى هيبقوا تلاتة هسيب أول غرزتين وآخر غرزتين وهاجي في الغرزة التالتة هشتغل غرزة حشب واحد اثنين تلاتة كده خلوص آخر تلقص في غرز الحشب بعد كده بقى هاتفع أربع سلاسل وهشتغل زي ما اشتغلت من بداية السطر هكمل ونلقص وصلت لبداية السطر اشتغلت آخر حاجة تلات غرز حشب هنيجي لأول حلقة وهشتغل فيها تلات غرز حشب ده آخر سطر الحلقة التانية هشتغل غرزتين حشب وهارتفع خمس سلاسل وهشتغل منزلقة وهشتغل برضو في نفس الحلقة غرزتين حشب يعني انا بشتغل غرزتين حشب قبل غرزة البيكو وغرزتين حشب بعدها في نفس المكان تاني اشتغل غرزتين حشب في الحلقة اللي بعدها اول حلقة بس اللي ما بنشتغلش فيها غرزة البيكو نشتغل غرزتين حشب نرتفع خمس سلاسل وهشتغل غرزة البيكو وهشتغل برضو غرزتين حشب وهشتغل برضو غرزتين حشب كده قررتها مرتين تاني لبعدها غرزتين حشب وارتفع خمس سلاسل هشتغل برضو بحرف البيكو غرزتين حشب ارتفع خمس سلاسل كده يعتبر اكررها سبع مرات كده اربعة اكررها كمان تلات مرات كررتها سبع مرات وهشتغل في اخر حلقة برضو تلات غرز حشب واحد اتنين تلاتة اول حلقة زي اخر حلقة بعد كده هنا عندي تلات غرز حشب هشتغل فوقهم غرزة حشب واحدة بس عشان اوصل للحلقة اللي بعدها اشتغل برضو فيها تلات غرز حشب سبع السطر كله بنفس الطريقة في بداية الحلقات اشتغل ثلاث غرز حشب وفي نعاية الحلقات واستبع حلقة اللي في المنتصف اشتغل فيها غرزتين حشب غرزتين حشب غرزت بيكو غرزتين حشب غرزتين حشب هششب إذا اشتغلت في أول حلقتين اشتغل في الخمسة البقيية غرزتين حشب ارتفع خمس ثلاثة واشتغل مزلقة غرزتين حشب نكمل بنفس الطريقة لنهاية السطر هذا كان آخر سطر في الوحدة نقصها نشوف كترها قد إيه من ممتصف الزايرة ونقصها 20 سمتش طبعا لو نحن ننفذها بنفس الغرز عدد الغرز ستطلع نفس المقاز ولو نفس الإبرة ونفس الخيط ستطلع نفس المقاز طبعا لو حابين نقلل من الغرز الحشب زي ما أنا شرحت في بداية الوحدة عايزين نقلل في عدد الغرز بدل خمستاشر حداشر اتناشر عشرة على حسب بقى ما أنت عايزة لو عايزها صغيرة أو كبيرة ده طبعا في إيدي كنتي سهلة وبسيطة ومفاشئة أي حي دومتم في حفظ ورعاية اللي موسيقى اشتركوا في القناة